بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن والعشرون بعد المئة الثانية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يقول الشيخ رحمه الله في معرض كلامه عن الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان قال والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين وإن كان مستحباً فعله اعتقد حسنه وأحب فعله في حديث جابر أن رجلاً قال يا رسول الله صفلي الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال أقررت في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق جردان وأنه قتل وكان جائعاً وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة فقوله وتقر بما جاء من عند الله هو الإقرار بأن محمد رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون قال فما علامة إيمانكم؟ قالوا خمس عشرة خصلة خمس أمرتنا بها رسلك أن نعمل بهن وخمس أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن وخمس تخلقنا بهن في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئاً قال فما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تعملوا بها قالوا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت قال وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها قالوا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتتم عليها في الإسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بالقضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكما كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه تزولون وعنه منتقلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون قال الشيخ رحمه الله فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها الإسلام والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإيمان وجميع الأحاديث وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما قالها ثلاثا حجة مبرورة أو عمره وقوله هما أفضل الأعمال أي بعد الجهاد لقوله ثم عملان ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصا في الإسلام والإسلام أعمى منه كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان أعمى منه وجعل الجهاد خصوصا في الهجرة والهجرة أعمى منه فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله لا بما يضاد ذلك فإن ضد ذلك معصية قد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمس ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك كما في الحديث من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب ولا أن يكون مجاهدا ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن وخلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا وبهذا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر